اشتركوا في القناة اللي رح نوصل فيها إن شاء الله لعلامة كثير مرضية بإذن الله عز وجل الفضل لله عز وجل قدموا طلابنا جيل 2006 امتحان مادة الحاسوب ويا الله كمية الميتانات اللي رح تصلني أنا فرحتي ما بعطيها لحد أبدا أبدا فإن شاء الله يا ربي يجعلكم أنتوا جيل 2007 من الطلاب اللي رح يحصلوا هذه العلامة بإذن الله كانت في ساتسة مملك السنة الماضية لكن هاي ساتسة مملكة احتمال في كل أولة مملكة أو تانية مملكة إن شاء الله فيارب يجعلكم من الأوائل يا رب أخواني أنا رح نستمر أنا وياكم وين وصلنا في النظام العشري الآن أخواني بالنسبة للنظام العشري في عليه شرح أكثر شوي غير اللي ذكرنا أنا وياكم بالحصة الماضية فاليوم أنا وياكم رح نكمله أنا وياكم مع بعض بإذن الله هسا شو حكينا بالحصة الماضية قلنا أنه النظام العشري هو أكثر أنظمة العد إيش ماله استعمالا ويتكون من عشرة رموز وهي من صفر لتسعة تمام وأساس هذا النظام هو عشرة وتعلمنا أنا وياكم شو يعني أساس النظام لو رقم يوضع آخر العدد من اليمين لبيان نوع النظام المستخدم طيب ليه سموا النظام العشري بهذا الاسم شو سبب تسميته عشرة؟ لأنه بيحتوي على عشرة رموز الموضوع كثير بسيط وسهل طيب كيف تمثل الأعداد في النظام العشري؟ هذا السؤال يا الله شو مهم تمثل العداد من نظام العشري بواسطة قوة الأساس عشرة التي تسمى أوزان خانات العدد هذا الموضوع من أكثر المواضيع مهمة جدا في النظام العشري رح يتم عملية شرح الآن الآن شايفين هذا المثال كيف نحسب وزن الخانم؟ وكيف الآن نتصور العدد؟ يعني هذه الرقمين الموجودات هذون هون من خلاله إحنا لازم نتصور العدد فالآن الجدول هذا اللي بيوضح عملية تصور العدد وهذه الأسئلة كلها رح نقدر نجاوبها أنا وياكم لما ننتقل لوين للموضوع اللي هو ذكرت كتبت لكم يعني أنا على اللوح اللي هو بتاعي بيحكي عن مين النظام العشري النظام العشري بس قبل ما نرؤى للنظام العشري حابب أن وياكم بس نميز بين شو الفرق بين الرقم والعدد كثير ضروري قبل ما ننتقل أنا وياكم لمن للنظام العشري ونتخل فيه تفاصيل أكثر هسا الرقم عادة الرقم هو رمز من الرموز الأساسية رمز من الرموز الأساسية المستخدم للتعبير عن العدد أنت الرقم تستخدمه عشان يتعبر فيه عن العدد طيب شو بيقولك جملة هاني يحتل منزلة واحدة فقط شو يعني يحتل منزلة واحدة فقط يعني بيكون من خانة وحدة مثل إيش يا أبو البيلوني على سبيل المثال مثلا ممكن أجي أقولك والله مثلا تسعة هذا عبارة عن رقم طيب شو السبب؟ لأنه يحتل منزلة واحدة فقط ممكن أجي أقولك مثلا سبعة ممتاز هذا عبارة عن رقم طيب أقدر أجي أقولك 11 مثلا لا مستحيل ليش؟ لأنه هذا أكثر من منزلة هاي ففعليا هذا لا يصلح أبدا ننسحة مشال ما نتخربط طيب إذن الرقم هو رمز من الرموز الأساسية من أي رمز ممكن نعتبر صفر رقم؟ طبعا من صفر لتسعة هو عبارة عن رموز الأساسية ممكن نسميها أرقام بشكل عام لأنه تحتل منزلة واحدة فقط أما العدد تركز على هذا الشيء بيقولك العدد هو المقدار الذي يمثل بمنزلة واحدة أو أكثر منزلة واحدة أو أكثر ظلع ركز منزلة واحدة أو أكثر شي يعني منزلة واحدة أو أكثر؟ يعني يا أبو البيلون لو جيت أقول لك أعطيني مثال مثال هل ممكن تيجي تقول لي عن التسعة هو عبارة عن عدد؟ هسا ممكن طالب ينطي يقول لك لا غلط هذا رقم بقول له يا عم ركز شوي بالله يعليك يمثل منزلة واحدة شي يعني منزلة واحدة أو أكثر؟ يعني تسعة هو عدد أيضا ليش أنه من تعريف العدد بيقول لك منزلة واحدة أو أكثر فتسعة يعتبر إيش؟ عدد ويعتبر أيضا إيش؟ رقم طيب لو جيت قلت لك مثلا أستاذي 11 هسا آه هذا أكثر من منزلة بس معلش هذا يعتبر عدد عادي طيب لو جيت قلت لك مثلا تسعة وتسعين ويا رب يجعل معدلاتكم يقولوا آمين يا رب يا الله تسعة وتسعين هذا عدد ولا رقم؟ لا هذا عدد بس طيب ليش؟ لأنه أكثر من منزلة طيب ممكن نطلع بقاعدة صغيرة شو بتحكي القاعدة؟ كل رقم شوف كل رقم هو عدد كل رقم زي تسعة هذول كل يعتبروا أرقام عادي تمام؟ كل رقم هذول بيعتبروا أرقام ويعتبروا عدد طيب كل رقم هو عدد وليس وليس كل عدد رقم وليس كل عدد رقم يسلم إيديك يا رب يخليلي إياك طيب كل رقم هو عدد وليس كل عدد هو إيش؟ رقم يا السلام طيب أستاذي هاي الجملة شو معناها؟ يعني كل رقم زي 9 ممكن نسميه عدد ومسميه رقم نفس الوقت. بس مش كل عدد رقم. يعني زي 11 وزي 99 ما بنقدر نطلق عليه رقم هذا هو عبارة عن عدد. والسبب لأنه العدد يتكون من أكثر من منزلة. والسبب أنه العدد يتكون أكثر منها. يا رب تكونوا فهمتوا الفرق بين الرقم والعدد وأتقنتوهم بشكل جيد. عشان ننتقل أنا وياكم لمن؟ لا اللي هو النظام العشري. وندخل في تفاصيله بشكل أكثر شوي. هسا النظام العشري أخذنا أنه أكثر من عدد استخداما وإلى آخره. أساس النظام ذكرناه بالحصة الماضية قلنا هو رقم يوضع آخر العدد من جهة اليمين لبيان نوع النظام المستخدم. بس كررته هون لأنه هي من المصطلحات المهمة في النظام العشري اللي لازم تكون أنت بتعرفها. طيب ثانيا ترتيب الخانم. شو ترتيب الخانم؟ هسا أنت لما العداد تكون مكتوبة عندك لازم تعرف كيف ترتبها. طيب كيف ترتبها؟ ضروري الآن تعمل معاي الحركة هاي. هسا البيلوني ما عادة تم تعود بعض الأساليب يستخدم عشان يحفظ الطلاب فيها. فبتقولي الآن تعمل إيديك هيك. حتى لو أنت قاعدة أو أنت قاعدة أعمل إيديك هيك عشان تتقنيها من هول ليوم الامتحان. والله نصيحتي أنا أعطي أنزحكم أنت حرين. يلا من اليمين إلى اليسار تصاعديا وتبدأ من الصفر. كررها أكثر مرة. يلا من اليمين إلى اليسار تصاعديا وتبدأ من الصفر. هاي مين هاي؟ اسمها ترتيب الخانة. اليوم اليوم بالمركز بالطلاب شو بأقول لهم؟ يلا عملوا إيديكم هيك يقول لي عملي يقول ترتيب الخانة يلا ترتيب الخانة ترتيب الخانة من اليمين إلى اليسار تصاعديا وتبدأ من الصفر. هيك خلاص راحت معهم أبديا. يعني خلاص مستحيل ينساها. أنت لما تربط الشغلة بحركة معينة تبدأ لك أيش تذكرها إن شاء الله. هسا رح ناخد مثال هتفهم علي شو يعني ترتيب الخانة أو أقول لك شغلة هعطيك مثال صغير هسا بسيط هون. لو أجي أقول لك مثلا خمسة أربعة اتنين. يلا شو ترتيب الرقم خمسة؟ بيجي طالب يقول يسا تطبق القانون من اليمين إلى اليسار. يعني الآن نروح من اليمين إلى اليسار بهذا الشكل إذن خمسة رح تبدأ الآن تصاعده وتبدأ من الصفر يعني رح تقول خمسة ترتيبها الآن خمسة ترتيبها رح تجي تقول لي أستاذ ترتيب الخمسة صفر. بقول لك صح ترتيب الأربعة واحد بقول لك صح. ترتيب التنين. تنين صح طب شو أعرفك لأنه من اليمين إلى اليسار وترتيبها تصاعديا وتبدأ من الصفر وهي بدت من الصفر. هسا رح ناخد مثال ثاني وتفهم أكثر إن شاء الله طيب رح نجي على قانون اسمه وزن الخانة. وزن الخانة اللي هي تمثل قوة أساس النظام شو يعني قوة أساس النظام؟ شو يعني قوة أساس النظام؟ أساس النظام اللي علمتك عليه المرة الماضية من نحط عليه بوكلة فوق من بوكلة فوق. شو هاي البوكلة؟ اسمها ترتيب الخانة. فامسك معي إصبعتك زي هي. قل لي يلا إصبعتك الآن هاي يقول لي أساس النظام قوة ترتيب. أساس النظام قوة ترتيب. نصيحتي إليك أو إلك كررها. يلا أساس النظام قوة ترتيب. أساس النظام قوة ترتيب. نحجى نحفظ القانون. لأنه ممكن نسأل عنه قانوناً؟ أبداً. أصلاً أجد سؤال على موضوع القيم الحقيقية الدورة هاي مع جيل 2006. وكان أول سؤال. والله أبدهم هذا القانون. والفضل لله عز وجل كانت متوقعاتي حصدت تقريباً أكثر من نص العلامة. كمتوقع. امتحان متوقع. نموذج متوقع لأيه الامتحان. طيب. أما المكثف الفضل لله عز وجل جاب علامة كاملة. ولدائرة طلعت مرة المكثف. الفضل لله عز وجل. طيب. أساس النظام قوة ترتيب. أساس النظام قوة ترتيب. هذا اسمه وزن الخانة وزن المنزلة. اللي يتمثل قوة أساس النظام. هسنين كان ما تفهم 100% إذا ما طبقنا مثال إطلاقاً. أكيد. لازم نطبق مثالاً. وست رح تشوف. قيمة الحقيقية هي الرقم ضرب الوزن. الرقم ضرب الوزن. الرقم ضرب الوزن. عشان نقدر نطلع القيم الحقيقية. هاي المصطلحات الخمسة مهمة جداً في النظام العشري. لازم تكون بتعرفها عشان نقدر. احنا نشتغل أنا وياك في هذا السؤال اللي بعده. شوف هذا السؤال اللي بعده. قال لك تصور العدد 523 في النظام العشري. هسه أنا بدي نتصوره. كيف يعني نتصوره؟ ننحلله. طيب. كيف ننحلله؟ هسه بننطلع إيش اسمه؟ اسم الخانة. ترتيب الخانة. هسه العدد هاي من السؤال يكون ما أعطينا إياه. وزن المنزلة وزن المنزلة كعدد صحي والقيم الحقيقية هذول اللي بننطلعهم هسه. تعني نبدأ بالإيش السهل كثير. شو هو؟ هسه التلاتة هاي والتنين والخمسة جبتهم من السؤال أنا. برأيك يا حبيب القلب. رقم 3 شو اسم الخانة تعتم؟ والله أنا بعرف أن اسمها أحد. طيب ممتاز. التناج اسمها عشرات. هذا درسته أنت بالصف الأول. أكيد. وهان مئات. يا عيني. يا عيني. أمورنا طيبة. طيب. لو جينا قلنا عن ترتيب الخانة الآن. الثلاث هاي. شو ترتيبها؟ نغير اللون عشان تفهموا عليه وتستوعب أكثر. يلا. هاي لون الأخضر. كثير بحب اللون الأخضر. كثير أكثر ألوان مميزة عندي. طيب. هسه الثلاثة الآن ترتيب الخانة تعها صفر. ليش؟ ماهم قلت لنا يا بيلوني من اليمين إلى اليسار. هاي. شوف من اليمين إلى اليسار. من اليمين إلى اليسار. وتصاعديا وبدت من الصفر. إذن صفر وتصاعدي. يعني أعلى منها. واحد. ها. هاي واحد. وهان. تنين. هاي ترتيب الخانة. طيب. أستاذي ممكن يسألنا يا أستاذي. رقم اثنين شو ترتيبه؟ آه طبعا. هاي ترتيبه واحد. شو ترتيب الثلاثة صفر. شو ترتيب الخمسة اثنين. وهكذا. طيب. شو اسم الخانة للرقم ثلاثة. آه حان. شو اسم الخانة للرقم خمسمائات. وهكذا. طيب. وزن المنزل. هسا جينا نطبق القانون. أساس النظام. قوة ترتيب. أساس النظام. قوة ترتيب. ناخد الأساس هاي عشرة. خد الأساس عشرة ورميليا على السريع. يلا عشرة. 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 لأنه قول. بيقولك أساس النظام هاي عشرة. تمام؟ نحط عليه بوكلة. شو هي البوكلة؟ اللي هي ترتيب الخانة. طب من وين بدأ أجيبها؟ وطلع على السؤال. وين ترتيب الخانة موجود؟ طلع السؤال. ها. ترتيب وهان عشرة قوة واحد وهان عشرة قوة اثنين بس بس هيك أبدا بس أخذت مين الترتيب هايو حطيته عند العشرة وهان واحد حطيته عند العشرة أوه 2 عنده طب مين جبت العشرة؟ معطيك يا مي السؤال هي أساس النظام اللي الرقم يوضع آخر عدد من اليمين رميت الأساس وحطيته عليه باكليه رميت الأساس وحطيت عليه باكليه مين هي الباكلي الترتيب يخلف عليك؟ هذا هو الوزن طب أستاذي نفترض أنه كان عندك بعد الخمسة في مثلاً 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 في هان ستة كمان شو رح تسوي؟ رح تجي تقول لي عاشرة قوة صفر واحد دين ثلاث عشرة قوة ثلاث بس هذا لو كان في ستة مثلاً على سبيل المثال طيب هس بالنسبة له الآن وزن المنزل كعدد صحيح برياضيات شين عدد صحيح؟ يعني غدد صحيح هو عدد خالي من يعني عدد طبيعي نسميه خالي بيكون من الجذور من الأعشار من الكسور من الأسس طب أنا أستاذي هذا الأوزان اللي أنت طلعت أول مرة عليها أس يعني عليها قوة كيف نحولها أنا لعدد صحيح؟ نحسبها عشرة قوة صفر يساوي واحد عشرة قوة صفر قديش يساوي واحد فضروري تحفظ ليها عشرة قوة صفر يساوي واحد أي عدد قوة صفر يساوي واحد كرر كرر نصيحة نصيحتي كرر أي عدد قوة صفر يساوي واحد طيب أي عدد قوة واحد بنزل زي ما هو أي عدد قوة واحد بنزل زي ما هو شي يعني عشرة قوة واحد يعني عشرة جواب طب عشرة قوة اتنين عشرة قوة اتنين شي يعني عشرة قوة اتنين هاي التنين يعني منحط عشرة ومنحط عشرة هاي اكسويت العشرة مرتين شو يعني قوة اتنين يعني ضربها ببعض كم صفر عندي هاي احلى صفرين واحد ضرب واحد وواحد ولك سهلة سهلة كثير يعني هان عندي صفرين نقلته وواحد ضرب واحد وواحد هاد لانه عشرة فوقها اتنين طب افرض انه عشرة فوقها اربعة يا سيدي شو يعني عشرة فوقها اربعة يعني عشرة قوة اربعة منحط هي عشرة وهي عشرة وهي عشرة وهي عشرة ومنحط إشارة ضرب بيناتهم وكم سفر عندي أربعة أصفار واحدة واحدة بطلع عشر تلاف آه بس في سهل الموضوع هذا بالنسبة للحساب إذا ما بتعرف لا سمح الله إنك تحسب هذا الإشي فإحنا مستعدين نعلمك كل إشي لا تاكلهم طيب حسنا ظل عندي حكينا الوزن من يم يجيب الوزن؟ نفس الوزن هذا سويته عدد صحيح أي عدد قوة صفر يساوي واحد أي عدد قوة صفر يساوي أي عدد قوة واحد بينزل زي ما هو أي عدد قوة واحد بينزل زي ما هو بعدين بتصدر عملية حسبة عادية طيب هكذا القيم الحقيقي الآن يا بعد عمري القيم الحقيقي كيف أطلع القيم الحقيقي لماذا قلت قبل شوية الرقم ضرب وزنه؟ هيها يلا قبل شوية كنت عادة أقول لك من؟ الرقم مضروبا في وزنه صح أو لا هيها قلت لك خامسا خامسا القيمة الحقيقية هو الرقم ضرب الوزن الرقم ضرب الوزن طب كيف أنا بدي أحسب الرقم ضرب الوزن يلا نروح نشوف الرقم ضرب الوزن ها عندي 3 اضرب ليها بوزنها التلات تعتبر هيها 3 ضرب 10 قوة 0 يعني 3 ضرب 1 ما 2 قوة 0 مش 1 أه. واحد. تلاتة ضرب واحد قديش تساوي؟ تساوي ثلاثة. يا سلام ما أسألها. طيب سوي لك الثانية كمان لعيونك. اثنين ضرب عشرة قوة واحد. يلا اثنين ضرب عشرة قوة واحد. هاي اثنين ضرب عشرة قوة واحد. وهاي خمسة ضرب عشرة قوة واحد. قوة 2. طيب كيف دي أحسبهم هذول يا حبيبي؟ كيف دي أحسبهم؟ طيب كيف؟ هسا 10 قوة 1 10. 2 ضرب 10 هاي 20 طيب 5 ضرب 10 قوة 2 يعني 5 ضرب 100. 500 والله إلا أعطيك طريقة بتجنن أكثر من هاي في عملية الحسبة. تاعت مين القيمة الحقيقية؟ مثلا أنا ما بعرف أضرب أبو البيلوني ما بعرف أضرب. طيب أنت كيف قرأت الرقم؟ كيف قرأت كل رقم لحاله؟ قرأته 500 وثلاثة وعشرين هاي الخمسمية وهي الثلاثة وهي العشرين ولا تغلب لي حالك في عملية الضرب إذا لا سمح الله ما بتعرف تضرب بس هي كقانون بس اضرب العدد هذا نضربه بمين؟ بوزنه يعني بكل بساطة إنت إذا بتمسك التلاتة بتضربها بوزنها 3 ضرب 10 قوة 0 وبعدين حسب شو بتقرأه اكتب لي ما عندي مشكلة. لو جمعت هذا العدد آخر إشي هيطلع خمسمية وثلاثة وعشرين خمسمية وثلاثة وعشرين خمسمية وثلاثة وعشرين ليش طلع خمسمية؟ ليطلع نفس الرقم أنا قاعد بتصور وقاعد بحلل العدد أنا طب أستاذي كيف يجي هذا الموضوع أسئلة بالوزارة؟ شوف أستاذي بتعطيك الآن مجموعة أسئلة على رقم أو عدد جديد عدد إيش؟ جديد شوف لي هذا السؤال الآن يلا لو جيت قلت لك مثلا العدد العدد هاي خمسمية وثلاثة 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 رقم تسعة مثلا في ناس احترف جاوب بسرعة هسا ما وزن الخانة للرقم ثمانية؟ طب لو قلت لك ما وزن الخانة كعدد صحيح للرقم سنة سبعة طيب آخر سؤال ما القيمة الحقيقية للرقم خمسة؟ على سبيل المثال تعالي نجاوب أنا وياك يلا هسا أول إشي بدل ترتيب الخانة للرقم تسعة شفت الأسئلة كيف تجيبك تجيك بحط لك ألف باجين دال نفس السؤال هذا عادي وأجي وزارة أساسا فشو بنعمل؟ بنرتب الخانات بهذا الشكل نحط صفر واحد تنين ثلاث هذا أول شغلة صح؟ صح هسا أخواني أنا مفترض أنه هذا العدد تابع لنظام عشر لأنني شغال في درس النظام العشر بس نسيت أحط لكم الأساس تمام؟ وأصلا يقولنا ما لوجه أساس هو دل على أنه عشري يعني عنده قوس وما في أساس هتبدل على أنه عشري طيب لو جيت قلت لك أنا ما ترتيب خانة رقم تسعة رح تقول لي سان ترتيب خانة تسعة صفر بقولك صح برافو برافو عليك ما وزن الخانة الرقم تمانية؟ تمانية شو وزن الخانة تاعته؟ عشان بطلعها بسرعة تمسك العشرة وبترنيها عندها وبتحط عليها قوة واحد بس بس والله هاي التمانية مش ترتيبها واحد فأخدت الأساس وحطت عليه القوة خلص هاي ترتيب وزن الخانة رقم تمانية عشرة قوة واحد على فكرة الحلو من الطلاب المميزين بيجي قبل ما بلج أنا أحل هذا السؤالين أساس كون وقف الفيديو وحل حاله وشيك معي بصراحة هذا طالب الصح هيك لازم يعمل أساسا فأنا نسيت أقولكم وقف الفيديو هسا وجرب تحل أنت لحالك وبعدين قيم فأنا نصيحة أعملوا هاي الحركات يلا هسا إذا بمكانك توقف الفيديو وتكمل حل وشوف تقارن حل لك ما وزن خانك عدد صحيح الرقم سبعة هاي السبعة أنا بدي أوزن بس يكون عدد صحيح هسا أوش أطلع الوزن بشكل عادي أول شي بناء أنه وزن معنى أنت بمسك العشرة وبحط عليها اثنين عشرة قوة اثنين يعني مية صح؟ إذن تساوي مية لمين؟ لا السبعة طب أعطيني القيمة الحقيقية للرقم خمسة يا أبو البيلوني خمسة كيف أطلع قيمة الحقيقية؟ ممكن حسب ما أنت تقرأها خمسة آلاف وسبعمية وتسعة وتمين كيف قرأت الخمسة؟ والله قرأت خمسة آلاف إذن والله جوابها خمسة آلاف طب كيف أطلعها بطريقة علمية؟ هسا هاي عبارة عن عشرة قوة ثلاث فأضرب الخمسة ضرب عشرة قوة ثلاث اللي هي هي أصلا ألف فخمسة ضرب ألف تساوي خمسة آلاف نعم هذا هو الأسئلة اللي بتيجي على هذا الموضوع في النظام العشرة اللي لازم الطالب يكون متقنها مية بالمية تعالوا روح نرجعنا وإياكم لوين؟ لالدوسية تاعتنا الآن عندك واجب هذا السؤال اللي هو خمسة وثلاثين وخمسمية وستة بتمنى تحلهم على دفترك أو بالمكان الفاضي هون وتأكد من حلك ويا ريت أصلا يكون إيش حليتها لأنه يعني ضروري الطالب يحلها ويبعث وممكن يرسل للآدمين الآدمين كثير بيساعدك في هذا الموضوع إنك يشيك لك على إجابتك الآدمين هو عبارة عن طالب سادس على المملكة كانت فكثير بتساعدك وأي نصيحة بدكم إياها إن شاء الله بالإذن الله رح تساعدكم كثير مش شوي طيب هسه هذا الجدول كان يوضح اللي هي إيش مثلا ترتيب الخانة اسم الخانة هل ممكن يسألك عن اسم الخانة؟ آه ممكن ممكن يسألك عن اسم الخانة اسم الخانة أحد عشرات مئات وألوف عادي طيب علل يعتبر النظام العشري أحد أنظمة العد الموضعية هسه كلمة نظام العد الموضع أتوقع أنا شرحت لكم إياه قلت لكم أنه النظام العد الموضعي هو أنه القيمة الحقيقية للرقم تعتمد على مين؟ على الخانة صح ولا لا؟ أنه القيمة الحقيقية للمنزل تعتمد على الخانة هذا شرحناه طيب نظام العد الموضعي هذا التعريف كتب لكم إياه بطريقة أسهل مما هو موجود هان بل مقصود الفرق بين الرقم والعدد هسه شرحت لكم إياه قلت لك أنه رمز من العموز الأساسية يستخدم للتعبير عن العدد وصلت المقدار الذي يمثل برقم واحد أو أكثر منزلة واحدة أو أكثر هسه أنا كنت أحط لك منزلة واحدة أو أكثر بزمت رقم واحد أو أكثر؟ آه بزمت خانة واحدة أو أكثر عادي نفس المعنى أساسا شفت الجملة قلت لك أقابي شوي أن كل رقم هو عدد وليس كل عدد هو رقم شو السبب؟ قلنا لأنه إذا كانت أكثر من منزلة زي مثلا ميتين وخمس ترتين فهو عدد وليس رقما طيب أساس النظام أخذنا الفضل لله عز وجل فكيف نحسب قيمة العدد هاي الرقم أو العدد ضرب الوزن؟ بزمت العدد بزمت هان كلمة رقم ضرب الوزن يعني نفس الفكرة القانون طيب نجد حاصل ضرب كل رقم بالوزن المخصص له طيب هان هان أمثل مثال على أربعمية وثلاثة وخمسين في النظام العشري هاي تابع النظام العشري وحالل لك إياه واحد زيه تماما وقايم بعملية الضرب حتى أنا نطبق القاعدة اللي هي كل رقم نضربه بوزنه شايف ثلاثة ضرب عشر قوة صفر يعني ثلاثة ضرب واحد تساوي ثلاثة شرحت لك إياه قبل شوي هسا علل رقم الثنين في العدد مية واثنين وثلاثين يساوي ثلاثين فقط بالله ليش الثنين يساوي ثلاثين بس؟ شو السبب؟ لأنه أستاذي موجود بخانة الأحد طيب إذا قلت لك ليش الثلاث قيمتها ثلاثين مثلا هتقول لي لأنه موجودة بخانة العشرات ثلاثين وهكذا تصور قيمة كل من الأعداد الآتية ثم هذا مكرر أخواني عن مكان موجود فوض هسا هان أسئلة ضع دائرة على الدرس اللي أنا وياكم ذكرناه بس بدي أستثني منه السؤال اللي بيحكي عن موضوع الانتماء هذا السؤال وهذا السؤال بتمنى أنك أنت ما تحلو مسا لأنه أصلا لسا ما وصلنا لإلهم هاي ورقة العمل ضروري ضروري جدا هي صفحة رقم أربعة تكون أنت تجربت حلها الآن اسمعوني بدنا نعمل حركة الآن أنا وياكم شو هي؟ بتوقف الفيديو بتحلو هذا كل ياتو وبعدين بتشيك معي الآن عذا حلك صح ولا لا اتفقنا قول والله لأعمل الحركة هاي بالله عليكم وبعدني أنك تعمل الحركة هسا بتوقف الفيديو بتحلهم إذا كنت فاهم كل شيء شرحته قبل وبعدين نحلهم وصلت الفكرة والله نصيحة مني لكم يلا يتم تمثيل الأعداد في النظام العشري كيف نمثل الأعداد بالنظام العشري بواسطة قوة الأساس عشرة التي تسمى أوزان خانات العدد وينه هذا السؤال يا أبو البيلوني وينه تعال شوف يا حبيب القلب لما أخذنا النظام العشري في عندي السؤال هاي بيقولك هان كيف تمثل الأعداد في النظام العشري هاي كيف تمثل الأعداد في النظام العشري تمثل بواسطة قوة الأساس عشرة التي تسمى أوزان خانات العدد يا الله شو مهمة يا الله شو مهمة طيب يلا ما هو قانون وزن الخانة أو الوزن المنزلة شو قلت لك عن قانونه أساس النظام قوة ترتيب أساس النظام قوة ترتيب إذن أساس النظام العدد قوة ترتيب الخانة إذن جوابوا با يتم ترتيب أرقام العدد من اليمين إلى اليسار تصاعدياً وتبدأ من الصفر إذن جوابها فرع با مش من اليمين وتبدأ من واحد دير بالك انتبه يتم البدء بترتيب أرقام العدد ابتداء من أي رقم بفدوه عادة نبدأ من الصفر من رتب الخانات في حالة عدم وجود رمز في آخر العدد إذا ما كان في رمز في آخر العدد دل على أنه إيش عشري يا الله معلومة شو مهمة كثير كثير مهمة إذا ما له أساس دل على أنه عشري طيب عشان نبين نوع النظام المستخدم عند التعبير عن عدد ما يضاف إيش يضاف في شكل مصغر قلنا أساس النظام طيب هدول السؤالين رح نحكي عنهم بعدين إن شاء الله كل رقم هو عدد هالجملة صحيحة هاي كل رقم آه صح كل رقم هو عدد طيب كل عدد هو رقم بصبط أكيد لا ليش زي مثلا 99 هذا عدد وليس رقم كل عدد هو رقم زي هذا عدد يعتبر رقم لا طيب الآن ننتقل أنا وإياكم على اسم الخانة للرمز خمسة في العدد 315 هو خمسة شو اسم الخانة تعته أحد طيب اسم الخانة للستة أحد عشرات مئات ألوف الألوف اسم الخانة للسبعة أحد عشرات مئات طيب اسم الخانة للرمز ثمانية أحد عشرات يا الله ما أسهل الأسئلة عادي عادي ممكن يجينا وزارة هيك والله عن جد وزن الخانة للرمز ثلاثة في العدد التابع للنظام العشري طبعاً نحن 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 عن النظام العشري إحنا هاي هون أساس نظام عشرة الثلاثة الآن كينا نعرف وزنها خمسة صفر وهي واحد وهي اثنين مع أنت عشرة قوة اثنين وين عشرة قوة اثنين؟ هايها إذاً صفر واحد تنين عم بسأل عن الثلاث هو فترتيبها 2 فبطلع وزنها 10 قوة 2 طيب وزن خان للرمز رمز 2 الهو 10 قوة 0 لأنه ترتيبها 0 10 قوة 0 هايها طب اذا طلب وزن الخان للرمز 4 في العدد هذا 012 10 قوة 1 10 قوة 1 وزن الخان رقم 9 في العدد بالاعداد الصحيح ركز لي انه بده اياب شو بالعدد الصحيح 012 يعني 10 قوة 2 حولها لعدد صاحب يطلع 100 وين المية؟ هايها مش بروح بقول له 10 قوة 2 تير بالكم حتى لو حطوا له خير 10 قوة 2 ما بتجاوبه لأنه بده عدد صحيح وزن الخان الرمز 3 كعدد صحيح هاي الصفر 10 قوة 0 10 قوة 0 قديش؟ 1 شايف هنحا تطلع 10 قوة 0 مش تغلط تختاره لأنه وقال لك بالأعداد الصحيحة بهذا الشكل كون خلصنا أسئلة تضع دائرة وإن شاء الله بإذن الله عز وجل في الحصة القادمة أنه إياكم هننتقل للنظام من الثنائي ونتفصل فيه أكثر شوي بطريقة تفهموها بإذن الله عز وجل دمتم يا ربي بحفظ الله ورعايته وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم النجاح والتوفق دائما بأبدا في كل إشي بتعمله يا رب تنسوش تدعونا دعوة حلوة وتتواصلوا معنا في حالة أنك وصلتك البطاقة عشان نحن نفيدكم وربي يسر أموكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة